اهلا بكم حركة فتح تنافس نفسها في الانتخابات على مقاعد مجلس بلدية بيرزيت وهي ظاهرة اردنا في وطن ان نسلط الضوء عليها لماذا تنزل قائمتان من ذات الحركة على انتخابات ذات المجلس البلدي وهما قائمتان تعلنان على الملأ بانهما تابعتين لحركة فتح قائمة بيرزيت تستحق وقائمة بيرزيت اولا ارحب بضيوفي الاستاذ اسماعيل نبالي ممثل قائمة بيرزيت اولا اهلا بك استاذ اسماعيل وايضا الاستاذ قهار ابو دي ممثل قائمة بيرزيت تستحق اهلا بك تحية لكم شكرا على الاستضافة استاذ اسماعيل نبدأ معك الحوار في هذا اللقاء قبل أيام شبكة وطن الإعلامية وشبكة معن الإعلامية نظمت مناظرة انتخابية للكتل المتنافسة على مقعد مجلس بلدي بيرزيت قائمتكم لم تشارك واعتذرت عن المشارك لماذا؟ بداية مساء الخير لك أخي فارس وشكنا لهذه الاستضافة وكل التحية لكافة السادة المشاهدين ونحن مكولين على هذا العرص الديمقراطي المتميز وخصوصا في بلدة بيرزيت بما يتعلق بموضوع عدم المشاركة وجب التنويه لأن قائمة بيرزيت أولا قد اعتذرت عن المشاركة ولم تنسحب كما تم الإشاعة على بعض منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا في بلدة بيرزيت والاعتذار قد تم إبلاغ الإخوة في وكالة وطن الأنباء بأن لدينا ترتيب مسبق قد كان في ذلك الموعد وفي ذات الساعة من ذلك اليوم مع أحد أعضاء اللزنة التنفيذية وقد كان هناك اجتماع فيما بين قائمة بيرزيت أولا وبين ذلك الشخص وتم الطلب من وكالة وطن الأنباء بأن كان هناك مجال لتأخير الموعد أو تقديمه لفترة تتناسب مع الوقت الخاص بنا ولكن للأسف لم يتم ذلك كون هناك عدة قوائم في بلدة بيرزيت ولم يتم بالإمكان التغيير وتغيير الموعد أيضا ذات السؤال للأستاذ قهار لماذا لم تشاركوا في المناظرة أول شي سعد مساكم وتحياتي لكم شكرا للاستضافة من وكالة وطن ومن هنا أنا بوجه تحية للأهل والأصدقاء في بلدتنا الحبيبة بيرزيت في كل بيرزيت بالبداية أسباب تأجيل أو أسباب عدم المشاركة في اللقاء المناظرة كان في بيرزيت هو لوجود موعد مسبق محدد سابقا كنا نتمنى أن نكون متواجدين في هذه المناظرة ولكن للأسف وتم المحاولة بتأجيلها لبعض الوقت ولكن لم تتوفق في ذلك يعني مشكلة ما كانش أنه أنتوا بتكمش تشاركوا في المناظرة بالعكس وهذا الدليل إحنا وجودين عندك هون لنعرض كل إطلاق يحتاج المواطن في بيرزيت ندخل في موضوعنا وأيضا سؤال مشترك للقائمتين نحكي عن قائمتين تابعتين لحركة فتح قائمة بيرزيت أولا وأيضا بيرزيت تستحق السؤال بحكي دائما أنه كثير من الفصائل الفلسطينية بتنزل في قوائم إما بتنزل بقائمة معلنة لذات الفصيل أو بتنزل مع قوائم أخرى إما قوائم وحدة أو قوائم بتكون شعارها مستقل وبتكون جوا فيها الأحزاب في بيرزيت لا حركة فتح أعلنت أنه إلها قائمتين نبدأ معك أستاذ سميل يعني لماذا حركة فتح شكلت قائمتين في الانتخابات القادمة على مجلس بلدي بيرزيت نشوف أخي فارس بكل أمانة نحن في حركة فتح يعني والإخوة في موقع بيرزيت وفي المنطقة التنظيمية قد ارتأت وكون أن حركة فتح هي الحاضنة للشعب الفلسطيني وكون أن ما يهم حركة فتح هو أن يكون كافة العائلات في بلدة بيرزيت لهم ممثلين في المجلس البلد وبلدة بيرزيت هي بلدة كبيرة بناسها وبسكانها وبعائلاتها العريقة وبالتالي كان من المفروض وهذا ما عملته حركة فتح باستعاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص الممثلين لعائلاتهم وهذا أمر لا يمكن أن يكون في قائمة واحدة فبالتالي ارتأت الحركة ممثلة بأمين سرها الأخ رياض النبالي إقامة وتشكيل قائمتين اثنتين لاستعاب أكبر عدد ممكن من العائلات البرزيتية الموجودة ولكي يكون لكل عائلة ممثلة في المجلس البلدي حفاظا على التجانس الاجتماعي الموجودة في بيرزيت وحفاظا على عدم تهميش العائلات الموجودة في البلدة هذا من جانب ومن جانب آخر وبكل اعتزاز وبكل فخر هناك العديد من الكفاءات المهنية الموجودة والذي لا يمكن استعابهم في قائمة واحدة لذلك ارتأت الحركة بأن يتم تشكيل قائمتين اثنتين فيهم ما يكفي من الكفاءات الموجودة العملية والكفاءات المهنية والأشخاص المتعلمين ليتم استعابهم ووضعهم في هذه القوائم لينهضوا في المجلس البلدي وكي تكون بلدية بيرزيت مثال يحتدى به في بلدة بيرزيت وفي المنطقة ككل يعني استاذ قهار في الحديث عن تشكيل فتح لقائمتين هذا الشيء معلن ولا يكون مخفي نعم صحيح احنا في النهاية بدي اثني على كلام استاذ اسماعيل انه فتح قامت بتشكيل قائمتين اول اشي للتشكيل العديد من القوائم في بيرزيت لتقريبا 3500 ناخب موجودين في بيرزيت هذا الاشي خلى فتح انها تشكل قائمتين لتشمل كافة الاختلافات الثقافية الموجودة في بيرزيت من كافة العائلات ومن كل من يسكن في بيرزيت فمن هون اجد تشكيل قائمتين لحظ اكبر عدد من المقارئات في المجلس البلدي القادم نعم الآن نتحدث عن كل قائمة على حدة وسؤال لك استاذ اسماعيل في الحديث عن يعني كما نعلم ان اول مشاركة لكم في الدخول في الانتخابات كمرشح في قائمة بيرزيت اولا شو اللي دفعك انك تدخل هذه التجربة شوف بصراحة خفارة مظبوطة هي اول تجربة لي ولكن على الصعيد الشخصي انا كاسماعيل يعني انا مدمج في العديد من المؤسسات في بلدة بيرزيت وما دفع وبكل صراحة وبكل وضوح هو محاولة تغيير الواقع الموجود في بلدة بيرزيت محاولة النهوض في بلدة بيرزيت محاولة اخراج واظهار بلدة بيرزيت ومجلسها البلدي بالشكل الذي يليق بهذه البلدة والذي يليق بأهالي هذه البلدة وما يليق بنسيجها الاجتماعي بما يليق بالترابط والتآخمة بين المسيح والمسلم ما دفعني شخصيا للدخول وخوض هذه الانتخابات هو محاولة تغيير الواقع الموجود محاولة اعادة مأسسة اقسام البلدية داخل بلدية بيرزيت بلدية بيرزيت وبكل اسف نحن لا ننتقد اشخاص ننتقد واقع مهني كل الاحترام للمجالس السابقة كل الاحترام لكافة الاعضاء ولكن للأسف أخي فارس هناك العديد من اهالي بلدة بيرزيت قد كان لديهم عدم رضاة وكان لديهم استياء من المجلس البلدي السابق ربما من اخطاء بقصد او بدون قصد ولكن كان لها تأثير على الشارع العام بشكل عام وبالتالي كصعيد شخصي كاسماعيل وكغامة بيرزيت اولا قد وجدنا في انفسنا مهمة موكلة لنا بالوقوف والتصدي لكافة الاعمال التي من شأنها ان تمس المجتمع البيرزيتي لكافة الاعمال التي من شأنها ان تظهر بيرزيت بمظهر لا يليق بهذه البلدة الجميلة بيرزيت بلدة تعليمية بيرزيت هي الواجهة التعليمية للمجتمع الفلسطيني بشكل عام لا يليق به الا ان تكون بلدية بيرزيت والمجلس البلدي مجلس متناسق ومجلس متجانس لا يلق به إلا أن تكون هذه البلدة وهذه المجلس أن يقدموا كل ما بوسعم لخدمة أهالي البلدة بيرزيت لا يمكن ولا نستوعب أن يكون المجلس البلدي غير منسجم وهذه هي الأسباب الرئيسية وفي كل أمان ووضوح هي التي دفعتنا لشكيل هذه القوامة وخوض هذه الانتخابات هو إحداث نوع من التغيير داخل المجلس البلدي أيضا في الحديث عن قائمة بيرزيت أستاذ قهار نحكي عن أيضا أنت لك ذات التجربة أول مرة عم بتخوض تجربة ترشع نحكي عن تشكيل قائمتكم عدد أفرادها والمؤهلات لكل مرشع يعني إحنا تشكيل قائمتنا كان معظمها من الشباب الكفاءات الأكاديمية العلمية في منا مهندسين محامين غالبيت التخصصات موجودة في قائمتنا وعدد أفرادها 8 أشخاص سيدتان و 6 ذكر طيب أيضا نحكي عن تجربتك أول مرة بتخذ هذه التجربة نعم صحيح أول مرة بتجربتي في البلدية ولكن كان إلي نشاطات العديدة بمؤسسات بيرزيت مثل نادي بيرزيت اللي إحنا للأسف الآن غير موجود على القائمة العديد من الأسباب منها الهجمة الشرشة من الاحتلال على النادي ومنها العديد من الأسباب اللي لا أود الخوض فيها ولكن قدومنا للبلدية هو لدعم وتشجيع تفعيل مؤسسات المجتمع المحلي لتكون قادرة على استيعاب مختلف الثقافات المتعددة الموجودة في بيرزيت أستاذ أسمعي أيضا في الحديث عن تشكيل المجلس البلدي القادم نحن نعرف أنه فيه 8 كتل اليوم تتنافس على مقاعد مجلس بلدي بيرزيت وبالتأكيد مش راح تكون فيه قائمة واحدة راح تحسن كامل الأغلبية في تشكيل المجلس يعني شو رؤيتكم لتشكيل يعني مجلس بلدي موحد يعني يعمل بروح الفريق الواحد هل ممكن أنكم تعملوا تحالفات مع الكل كيف عم بتفكروا بهذا السياق يعني الفكرة الموجودة حاليا اللي أنا متبنيها والقائمة متبنتها وأأمل من كافة القوائم الأخرى أن تتبنيها هو إعمال أحكام القانون داخل المجلس البلدي عندما أخي فارس عندما يلجأ المرشحون الذين سيحرفهم الحظ ويجلسوا على مقعد المجلس البلدي إذا ما حل القانون والأنظمة التي تنظم عمل بلدية بيرزيت والهيئات المحلية الأخرى إذا ما حل القانون على هؤلاء الأعضاء والتزموا به وبالتالي سيكون مجلس متجانس الإختلاف لا يفسد للود قضية إيش طبيعي أن أختلف مع عضو آخر في بلدية بيرزيت ولكن المستحسن أن يكون الإختلاف لهدف سامي وهو خدمة أهالي بلدة بيرزيت الإختلاف لا يجب أن يكون لمصالح الشخصية وفي أوية ضيقة رؤيتنا بأن كافة الأعضاء هم أخوة ورؤيتنا أن كافة الأعضاء هم قادمون للمجلس البلدي ما عنكم مشكلة لكم تتحالفوا مع القوائم الأخرى ليس لدينا أي مشكلة لنتحالف مع أي قائم لخدمة أهالي بلدة بيرزيت المشكلة تكمن في أن نتم التحالف لخدمة أشخاص لمصالح في أوية ضيقة هذا ما سنحاربه بكل موقتين من قوة في المجلس البلدي طيب قهار أيضا في الحديث عن رؤيتكم وعملكم في المجلس البلدي في حال كان لكم فرصة أنكم يتوصلوا للمجلس البلدي شو خطتكم ودوركم في موضوع إشراك المواطن في صنع القرار نحن دائما نحكي نشوف كثير قرارات من المجالس البلدية وممكن مواطن آخر من يعلم بها نعم أنا بالبداية بحب أنا كنت تحدثت مع الزملاء بهذا الموضوع ولدينا العديد من القطط لإشراك المواطن بشكل حقيقي في اتخاذ القرار هو لن تشكيل مجلس استشاري من أكاديميين ومهنيين ومهندسين والمرأة تكون جزء أساسي في هذا المجلس وأيضا ضوي الهمم هناك العديد من ضوي الهمم المتعلمين والحاصلين على شهادات جامعية عليا هذا من مخططات كتلة بيرزيت تستحك لإشراكهم في المجلس استشاري زائد إشراكهم في العديد من اللجان اللي بتكون في البلدية تنين تشكيل لجنة لاستقبال أراء المواطنين في إقامة العديد من المشاريع طبعا هذه وعود وسيسمعها المواطن في بيرزيت أنا صديقي العزيز كنت قبل سنتين قد تقدمت باجتماع مع مجلس البلدي الصابق لإقامة مجمع رياضي ضخم وتم توفير جزء كبير من المخططات الهندسية ودراسات الجدوى لذلك ونحن الآن تبنينا هذا المشروع من هذه الكتلة ولم يتم الإجابة على موضوع ما تقدمت به سابقا مع تقديم ملف كامل لذلك إذن الآن تشكيل لجنة في بلدية بيرزيت لاستقبال أراء المواطنين ودراستها وإمكانية تنفيذها ثم نسبها لمن تقدم بها لتشجيع المواطن على المبادرة وتقديم المكترحات هل أنتوا عندكم استعداد؟ لكدمة بلده عندكم استعداد تعملوا مثلا اجتماعات أو لقاءة دورية مع المواطنين؟ طبعا هذا من ضمن الخطط التي نعملها أن تشكيل هذه اللجنة لتستقبل الأراءة ودراستها زائد تشكيل مجالس حوارية مع المواطنين زائد عند تنفيذ أي مشروع حيوي تنموي مستدام أن يتم عمل استفتاء للمواطن للمشاركة في هذا في اتخاذ هذا القرار مش بس المجلس البلدي في الحديث عن المشاريع اللي بتهم الأهالي في بيرزيت كان مؤخرا موضوع ترخيص مصنع الإسفلت في بلدة بيرزيت واللي صار كتير عليه نقاش وكان فيه قرار من محكمة العدل العليا بشأن إلغاء ترخيص هذا المصنع لكن حتى الآن مثل ما إحنا بنعرف أنه فعليا المجلس البلدي السابق لم يقم بإلغاء ترخيص المصنع الإسفلت في حال وصلتم سيد اسماعيل إلى المجلس البلدي القادم ماذا ستفعلون في هذا الملف؟ نشوف صديقي فارس بكل أمانة يعني موضوع مصنع الإسفلت عليش بدأ أرجع لورا شوي وليس باب الدعاية الانتخابية موضوع مثلا مصنع الإسفلت تعمل أزمة حقيقية كبيرة في بلدة بيرزيت وتماشينا في آنذاك حركة تحليل الوطن الفلسطيني فتح مع رغبات جموع أهالي بلدة بيرزيت ووقفنا عند مسؤولياتنا وطلبنا من المجلس البلدي بأن يقوم بإلغاء هذه الترخيص الممنوحة لمصنع الإسفلت لما من شأنه الحق ضرر بيئي كبير في بلدة بيرزيت ولكن وكان هناك استعداد من قبل بعض الجهات ونحن تحهدنا بها بأن نقوم بتعويض من تم ترخيص المصنع له ولكن بكل أسف لم يتم إلغاء الترخيص مما أدى بالنتيجة إلى الالتجاء لمحكمة العدل العليا التي أصدرت بدورها قرار بإلغاء الترخيص الموجود هلما يتعلق بدور المجلس البلدي في إلغاء الترخيص هو كان واجب بداية عن المجلس البلدي إلغاء الترخيص ولكن شيء حصل وأصبح من الماضي وموضوع أن تقوم البلدية اليوم بإلغاء الترخيص بوجهة نظري الشخصية لا يسمي ولا يغني من جوع كون أن هناك قرار بمحكمة العدل العليا بإلغاء الترخيص ولكن ما نسعى له أخي فارس هو تضارك الخطأ قبل وقوعه كافي ممكن ذلك يعني مصنع سفلت بزي هيك أنه يتشكل على أي أساس منح الترخيص منح الترخيص هناك وجهات نظر متباينة تم الفصل بها من قبل محكمة العدل العليا والتي اعتبرت بأن الترخيص التي تم منحها للمصنع كانت ترخيص غير مستوفية الشروط اللازمة لذلك وعلى أي قررت المحكمة إلغاء الترخيص هلأ كيف تم منح الترخيص لكل شخص وجهة نظر بالموضوع أنتم في حال وصلتم إلى المجلس البلدي كيف رح تتحامل مع أي مشروع مشابه أولا يجب أن يكون هناك في المنطقة الصناعية الموجودة بعض الحرف التي تجيز يجب تسمية بعض الحرف التي تجيز للمجلس البلدي ترخيصها لا أستطيع أن يجب أن يرخص مصنع زفته ولا أضع مصنع ممكن أن يكون هناك تأثير على البيئة هذا أولا ثانيا أريد أن أرجع للموضوع الذي هو السؤال الأخي كهاري أنه مشترك أعتقد سؤال المصنع بالقضايا التي تعتبرت أمور مصيرية لبلدة بيرزيت والتي تهم الشأن العام ليس هناك ما يمنع من أن يتم عمل استفتاء لكافة أهل بلدة بيرزيت لأن موضوع المصنع لما تشكل ومنح الرخصة أهل بيرزيت ثارت على الموضوع فليس هناك ما يمنع من أن يتم في حال ورود طلب ترخيص لمصنع كمصنع الإسفلت أن يتم دعوة كافة أهل بلدة بيرزيت ومؤسسات المجتمع المحلي الموجودة والمناقشة وبالتالي أن يتم اتخاذ قرار ينسج مع أهل بلدة بيرزيت كون أنه موجود في مجلس البلدي هو يمثل هذه البلدة وهؤلاء الناس فبالتالي يجب إشراكهم في العديد من القضايا من ضمنها القضايا تتبر مصيرية والتي تهم الشأن العام بشكل كبير أيضا في الحديث عن المشاريع التي قد تكون مشاريع مستقبلية وفي حال وصلتم أيضا إلى المجلس البلدي أستاذ قهار دائما تطرق قضايا إلى علاقة بمشاريع مشتركة مع بينكوتيشن الجانب الإسرائيلي كتطبيع مشاريع مشتركة أو ما يعرف باسم التمويل المشروط في حال وصلتم إلى المجلس البلدي ما هو موقفكم من هذا الموضوع؟ بالطبع لن أتناقش بأي موضوع يتعلق بهذا الجانب نهائيا نحن تعلمنا رسم خرطة فلسطين التي وضعها الشهيدة أبو عمار على جبينه ولن نتعلم شيء جديد خط أحمر لا يمكن النقاش بهكذا مواضيع نهائيا عملنا وطني فقط وسترفضون نعم مية بالمية أيضا نقاش في الموضوع اسماعيل بكل تأكيد أخي فلس بكل تأكيد وليس شعارات يعني إذا كان تطور البلدة ونفع الأهالي وحداث المشاريع في بلدة بيرزيت ثمنه الخضوع وثمنه يعني زي ما بحكوها اللي هو أن بدي أكون أنا تحت مقصلة الاحتلال أو أجهات المانحة التي من الممكن أن تكون بمنحة للأموال تحت بندئة ابتزاز وأن يكون مشروط وبالتالي بكل تأكيد نحن نرفض ذلك جملة وتفصيلا الوقت بداهمنا طبعا بدقيقة لكل أستاذ في حضرتكم أستاذ قهر اليوم شير رسالتك لأهالي بيرزيت أنا بدي أضيف وتحدث عن بعض الأشياء اللي هي المشاريع الاستراتيجية اللي إحنا رح نسعى لتقديمها لأهل البلد أولا تحسين تقديم الخدمات اللي هي الخدمات الروتينية الإلزامية في البلد ولكن إحنا حانا الآن الوقت للخروج والتفكير خارج الصندوق وتقديم مشاريع تنمية مستدامة تخدم البلد على طول إلى الأمام تبنينا مبدأ الاستثمار بالشباب ومن هنا بنقدم إحنا في خططنا اللي هو إقامة مجمع رياضي ضخم يخدم بيرزيت وما حولها يخدم الشباب يخدم كافة أفراد العائلة يكون متواجد فيها أكاديميات تعنى بالشباب بمختلف الألعاب التي تنطوي تحت لواء اللجنة الأولمبية وهذا الإشي ممكن يفيدنا برفض لعبين للمنتخبات الوطنية تنين ممكن إنه إحنا كمان نشكل لجنة لقالية تصويك لهذا المشروع للسياحة في بيرزيت بالتنسيك مع كل ومختلف مؤسسات المجتمع المحلي زائد إنه هذا الإشي ممكن وفرنا أيدي عاملة ببناء هذا المجمع فرص عمل فرص عمل زائد في تشغيله كمان بحتاج إلى فرص عمل سوف نسعى إلى استكمال مشروع الصرف الصحي مع الإخوة في المجلس البلدي اللي بدأوا فيه ولكن سوف نسعى لجلب تمويل كامل لذلك المشروع مع مشروع تنكية المياه العادمة للاستفادة منها وهناك مخطط أيضا كمان بكتلتنا لإقامة مصنع إعادة تدوير للنفايات صديق للبيئة بدل نقلها وبدل ما ندفع على نقلها لا إحنا منقدر نستفيد منها ونعمل دخل لبيرزيت من أيدي عاملة ومن أموال البلدية نعم أيضا أستاذ اسماعيل في دقيقة شو رسالتك وأيضا كنت أسألك عن موقفكم من بعض الصفحات اللي اليوم اللي عم تنتشر على الفيسبوك اللي هي عم بتحرض قائم على أخرى وتتين بعض يعني هي رسالة الأخيرة كانت ستتحدث عن هذا الموضوع شوف أخي فارس نحن بداية في حركة تحليل وطن فلسطيني فتح ممثلة بأمين سرها قد قامت بتوقيع ذاتها لم يقوم أحد بالطلب منه ولما نحن قد وقعنا بذاتنا ممثلين بأمين السر على مثاق شرف بألا نمس أي أحد من المرشحين أو من القوائم ونحن عندما نرغب أن ننتقد الأداء المهني وليس الأشخاص أقود وأكرر كل الاحترام لكافة الأشخاص التي تعاقبت على بلدية بيرزيت منذ تأسيسها ولكن عندما نريد أن ننتقد من على المنابر الإعلامية ننتقد من وطن ومن غير وطن ننتقد في الشارع الصفحات صفحات مشبوهة لا تمثل إلا من يقف خلفها الصفحات المشبوهة هدفها زعزعة السلمة الأهل داخل بلدة بيرزيت ومن واجبنا ومن واجب كل حريص في بلدة بيرزيت على الوقوف والتصدي لهذه الصفحات المشبوهة وكشف من يقف خلفها ومحاسبته لأن الهدف من خلفها هو زعزعة السلمة الأهلي في بلدة بيرزيت ونقطة أخيرة أود أن أنوه لها نحن في قامة بيرزيت أولا قد استهدفنا بشكل عام الشباب داخل القائمة ورسالتي الأخيرة أخي فارس لشباب أهل بيرزيت ولسكان أهل بيرزيت بأننا نحن سنكون معهم وبصفهم وداعمين لهم ونطلب منهم وبالنتيجة أن يحكموا ضمائرهم وأن يحكموا عقولهم وأن يدلوا بأصواتهم لدى الأشخاص المناسبين الأشخاص الذين سيكونون حريصين على مصلحتهم الأشخاص الذين سيقدموا الصالح العام على الصالح الشخصي نعم الأستاذ إسماعيل أنبالي ممثل قائمة بيرزيت أولا شكرا لك وأيضا الشكر موصولة الأستاذ قهار أبو دي ممثل قائمة بيرزيت تستحيك شكرا لكم شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا إلى هنا نصر مشاهدينا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص دمتم برعاية الله وإلى اللقاء